السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ودير البصري واليوم بنكمل المحاضرة الثانية قبل ما نبدأ نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وانت تجعل الحزنة إذا ما شئتها سهلة المحاضرة اللي قبل خذيغة الفيروس اليوم بناخذ البكتيريا وحناخذ كورونا فيروس هذه برجع لها بعدين بعد ما نخلص المحاضرة كاملة ممكن نرجع لها طيب أول شي احنا نتكلم عن الكورونا فيروس كورونا فيروس نفس ما نعرف هو أساسا مش فيروس واحد هي عائلة كاملة من الفيروسات وما بأول مرة تعطينا أمراض أكثر من مرة جت وعطتنا يعني أمراض كثيرة طبعا هي RNA فيروس ايش الأمراض اللي عطتنا إياها طبعا هي تحب الأبر ريسولتوري تراكت وتحب دائما تعطينا شي يشبه الكامن كولد عطتنا مرة ساروس كوفيد بعدين هذا اللي هو ويتوقع أنه قالوا أنه ممكن سببها يكون اللي ينقل أيضا الجمل يعني أخر واحد طلع لي قبل سنتين اللي هي كوفيد ناينتين هذا هو كورونا فيروس ديزيز هذه الأعراب أعتقد أنه نعرفها يعني أقرأ هذا تبون مع أنه أعتقد حفظناها مية بالمية فما يحتاج هنا الكوفيد ناينتين كليليكال فيتشر الكوفيد ناينتين نقسمهم إلى أربع ستيج واحد أسيمبوماتيك أو مائلد أو سيفير أو كريكيتل الشخص اللي ما عنده أسيمبوماتيك يا رب نضقي صح قال له هذا إنسان لما نسوي له تيست للاختبار لأنه نسوي له تيست هالفيروس موجود في جسمه سيطلعني بيطلع لي بوزاتيف تيست لو نسوي له بيشي آر بيطلع لي بوزاتيف بس اللي ما فيها أي نوع من نوع السيمتمز ما عنده أعراب فهذا أول واحد يكون دبي ديسيا أو بيشي تد فالفيروس موجود في جسمة هذه الاستيجة الإول الاستيجة الثانية ليس لناس يكون mild إلى moderate هذولي بيكون عندهم يعني أعراض تشبه أعراض الزكمة العادية اللي احنا نمر فيها مثل اللي يكون عندهم يعني fever cuff sore throat headache نفس لما نتعب بشكل عام ايش اللي الحمد لله انه ما فيه الأكسجين عندهم ما يتغير يعني الأكسجين عندهم طبيعي سوما يحتاجون أكسجين requirement تمام هذا أول شيء الأكسجين حقهم زي ثاني شيء ما فيه evidence للمونيا يعني مواضح انه عندهم مشاكل في الرئة فبتشوف انه عادي يتنفسهم شكل طبيعي ما عندهم shortness of breath ولا عندهم ديزنية ولا يعني ولما نسوي x-ray الرئة بتكون شكلها طبيعي ما في abnormal imaging سو هذولي المدرت يعني بيكون كأنه كأنه زكمة عادية يعني كأنه الفلوينز عادية النوع الثاني اللي هم severe illness لا هذولي ايش بيكون عندهم بيكون عندهم مشاكل بالأكسجين يعني شفتنا الأشياء اللي قلنا انها مش موجودة هنا بتكون موجودة هنا اللي بيكون عندهم مشاكل بالأكسجين وبيكون عندهم نفس النيمونيا فبنشوف انه عندهم respiratory rate مرتفع ليش لان الجسد يحتاج أكسجين هم يحسون انه الأكسجين عندهم قليل فيرفعون ايش respiratory rate فبنشوف ان ال respiratory rate عندهم مرتفع الاكسجين saturation أقل من المأفروض احنا بالعادة يكون يعني 98 إلى قرابة المية هنا بنلقاهم أقل من 93 يعني ممكن حتى بال 80 عادي ايوى وعندنا اللنج infiltrated اكثر من 50 تمام المهم انه هذا سفير illness اخر شي عندنا cricket illness cricket illness لا هذا خلاص وصلوا اقصى مرحلة من المرض فبنشوف عندهم RDS اللي هي اعتقد انها ما تذكر الشسمة ما تذكر يعني الترجمة زين بس انها يعني انه تقدر تقول يعني اقصى حالة من respiratory distress يعني اقصى شيء ممكن يكون دقيقة حاولة ارجم لكم دقيقة ايوى acute respiratory distress syndrome هذه هي acute respiratory distress syndrome ممكن سيبسس او ممكن حتى ال conscious حقهم بيبدأ يعني بيكونون مب بالوعي الكامل ولو ده نفكر ان الوكسجين اساسا حقهم بيكون جدا قليل لدرجة انه ما يقدر يعني يوصل لل brain وكذا في ال conscious حقهم بيختلف اخر شيء multi organ failure جميع الاعضاب تبدأ تفشل ايضا بسبب بعده موجود الوكسجين يعني ما في تنفو الزين عندي شيء اسمه patient with cytokine release syndrome هذا ممكن تجي مع الكوفيد الحالة الجدا خطيرة يعني وهي حالة مميتة يعني اشي يسوي انه مناعة الجسم يعني تتحفز زيادة عن اللزوم في السيروم انتر لوكين بيكون جدا مرتفع جميع الاشياء اللي لها علاقة بالمناعة جدا ترتفع الى درجة انه ممكن حتى يوصل عندنا organ failure فلما نوصل عند الارغان failure او نوصل يعني ARDS هذي بتكون كريكتل لنس طيب الدايقنوسيس السي الدايقنوسيس عندنا ثلاثة عندنا NAAT اللي هي nucleic acid deduction test اللي هو PCR او نقدر نستعمل يعني PCR طيب وعندنا antibody واللي هي serology وعندنا anti gene تمام اول شيء لازم نعرف طبيعة طبيعة الاختبار او الاختبار هذا اش جالس يبحث عنه في الNAAT اللي هي nucleic acid deduction test بنبحث عن ايش الاروني يعني او الدييني يعني بنبحث عن nucleic acid نفسه تمام هذا الاروني او nucleic acid يتطلب وجود مين يتطلب وجود الفيروس الفيروس لازم يكون موجود والله ولكنها كلمة الفيروس ما علينا الفيروس لازم يكون موجود فلازم يكون الفيروس موجود بالجسم عشان انا اقدر اكتشفه وطلعه فلازم تكون موجودة بالجسم عشان كده انا بقدر اطلعه تمام هذا اول شيء هنا احنا دايما نستعمل ال PCR عشان نلقى ال COVID diagnosis الفولز نيجاتيف بوسبل متى يقولك ان يصير عندي فولز نيجاتيف لما يكون عندي مشكلة بال السامبل السامبل كانت قليلة او السامبل كانت قليلة او صار ممكن تغير شكل الفيروس خلاص ما حقدر اطلع اشياء زي كده يعني عشان كده يصير عندي فولز نيجاتيف فولز نيجاتيف اش معنات معنا انه الشخص عنده المرض عنده الكورونا فيروس بس انه محنا جالسين نطلع بال PCR فيقولك انه ممكن السامبل ما كانت كويسة كان فيها الفيروس قليل او مش موجودة في العينة او ما تصار فيه يعني مثلا تعالج الشخص او ما تصار فيه شسمة ما تصار فيه يعني DNA اوكي viral RNA indicated by 14 following onset of illness تمام اللي بعدها يعني هذا الاول الاول نيجي يكون recent infection و اغالبا نستعمل لل دايجنوس وممكن يكون فيه فولز نيجاتيف ممكن يكون في فولز نيجاتيف اللي بعدها antibody antibody detection ايش مشكل يعني الانتيبودي احنا نعرف انها متى بعد ما يجيك الفيروس بعدها بفترة يبدأ الانتيبودي يطلع لانا الانتيبودي هو ادسام مضاد جسمك يصنعها فتاخذ وقت على ما تنصنع فغالبا بنستعملها عشان نلقى past infection لانا احنا نعرف اساسا انه IgG معلنا IgG نعرف انه يكون موجود اساسا اذا جاك الانفكشن حيكون في جسمك الى الابد فيعني antibody دائما نقدر نستعمل عشان نعرف هل جاك المرض ولا لا نستعمل نستعمل لل past infection او exposure ايش اللي ميزة انه عنده تايم كثير بعد الانفكشن شهر شهر نستعمل عادي فاحنا نستفيد منها surveillance وال identification طبعا فيه false negative وفي false positive الفوز negative مثل ما قلنا انه شخص عنده المرض او عنده الكورونا بيروس بس انه تطلع النتيجة صالبة تطلع انه ما فيه هذه نقول انه ممكن timing عندنا مشكلة بال time or انه يعني timing false positive false positive اش معناته معناه انه هو ما عنده هذا الشي هو ما بي سي اار يطلع انه عنده يقول لك هذا بسبب cross reactivity with other viruses يكون عنده فيروس ثاني ممكن مشابهة يعني يعني يخربط البي سي اار اعتقد كذا معناته ماني متاكدة اعتقد نك كذا اخر شي عندنا الانتيجين ديكشن تست الانتيجين حنشوف الانتيجين يعني حنشوف الانتيجين بنشوف ايش بنشوف الانتيجين حقه الفايروس هل هي موجودة ولا لا اللي هي الاجسام يعني الشريرة حقه الفايروس نفسها فلازم نحتاج الفايروس يكون موجود نستعمله recent infection يكون رابد هذا اللي ميزة اللي ميزة انه رابد و high specific بس low sensitive ايش معناه high specific ولو sensitive انه اذا وجدت الانتيجين معناه فعلا هذا كورونا فيروس يعني الانتيجين هذا حق كورونا فيروس فاكيد بيكون high specific لكن low sensitive ليش low sensitive ممكن يعني يعني يحتاج عينة شوي كبيرة مليانة يعني شوي من الانتيجين مو نفس مثلا الPCR الPCR يقدر يشوف حتى لو نقطة DNA ولكن هنا لا يحتاج كمية بسيطة من الانتيجين علاقا عشان يعني يقدر يطلع مقارنة باللي كان بسيطة يقول لك السنسيطة تزيد متى لما يكون عندنا بداية الانفكشن تمام هذه الديغنوس اوكي هذه نفس اللي قبل وشوي قلناها اللي هو عندنا الPCR والIgM والIgG طيب هذه لازم نعرفها مثل ما قلنا الPCR هو ايش هو نشوف الRNA أو نيوكليك أسد مش الRNA نيوكليك أسد ففي البداية بتكون مرتفعة ليش لانا الفيروس موجود بكثرة في الجسم بعدين الامون تحارب بعد ويك يقل يعني تبدأ تطيب بعد اسبوعين خلاص انت قريدي طبت فبيكون في البداية في اول ويك من السمتم الانسان عنده سمتم الانسان مريض الفيروس يعني كثير في الجسم يطلع 67 2 ويك السمتم بدت تصير أخف بدت المناعة تحارب وبدت أمرنا تزين يصير عندنا 54 بدت ثرد ويك برضو صرنا أحسن فالفيروس قل صار عني 45 هذا من البي سي آر عشان كذا البي سي آر أفضل وقت في البداية لما يكون في الأسبوع الأول ولما يكون في سمتم الشيء الثاني عندنا الائجي ام والائجي جي الائجي ام والائجي جي هم انتي بودي صح انتي انتي تحتاج وقت عشان تتصنع بما انها تحتاج وقت فأول أسبوع بتكون عددها قليل بعدين ثاني أسبوع بدأ عددها يزيد ثالث أسبوع عددها جدا عالي عشان كذا السيرولوجي هذا هو total سيرولوجي total سيرولوجي هو مجموع الأثنين يعني بيشوف انه في الثرد ويك وصل 100% فالتوطل في السيرولوجي حلو لما عنده وقت طويل يعني ثرد ويك بيكون السيرولوجي أحسن شي ننطلع الأنتيبودي أحسن من استعمال البي سي آر يعني مثل ما جلسي نشوف هنا بالصورة انه البي سي آر لا مع الوقت يقل جودته أما السيرولوجي مع الوقت تزداد منفعته طيب هنا جلسي تكلم عن البريفنشن للكوفيد عندنا فاكسين ما عندي بس هنا أحس هذا أهم شي يعني أقرأوها خلصنا الحين إيش الفيروس حنبدأ الحين من البكتريا تمام حنقرأ الكيس وحننشوف إشه الشي المهم فيها بدأ ناخذها بالتفصيل يعني حلو أول شي عندنا عمره عشر سنوات عنده صور ثروت عنده ديفيكلتي إن سوالين عنده جنرال ماليسيا أوكي there is no كف إذن إذن نشوف الأشياء المميزة هنا عمره عمره يعني الطالب بالمدرس عمره كده عشر سنوات عنده صور ثروت عنده مشكلة بالسولين no كف هذا الشي مرة مميز نو كف تمام حط تحتها عشرين نو خط تمام آه بعدين ش عندنا بيرلون ديستشارج لما نشوف كلمة بيرلون ما دري إذا نطقي صح بيرلون من الآخر بالعربي اللي هو القيح أو الصديد لما نشوف هذا الشي بيكون على طول نعرف إنه غالبا عندنا بكتيريا طبعا البكتيريا غالبا هي تضلع هذا النوع من الصديد على عكس الفيروس فالحين بنشوف بالصورة أساسا الفرق قلت هذي برجالها بعد ايوه هذي الصورة دقيقة الفيرل بنشوف إنه غالبا إحمرار يعني ما حنشوف ما حنشوف اللقي اللي هو هذا هذا المادة الصفرة أو كذا هذا لونها هذي هذا الشي تمام اللي هو صديد غالبا لما نشوف عندنا إيش عندنا بكتيريا اللي هي إيش نوع البكتيريا هنا حنتكلم عن ستريبتوكوكل فرينجايتس طيب هذا حين حطتلكم حتى هنا عليها دائرة عشان تعرفون هذا جدا مهم طيب إش ستريبتوكوكل فرينجايتس نسميها ستريب ثروت يعني مرة الإسم العبارة عن ستريبتوكوكوس ستريب ثروت أو نقدر نقول أيضا تنسل عادي ممكن الجاية لغالبا igية حالي سربت الكوكس بايو جين ممكن تكون الهيومين كارير دايركت ان دايركت اللي يتم به الدزيز هذي سرب ثروت اللي هو نقدر نقول ايضا تونسل تايتس لان مثل ما شايفين اساسا التونسل هنا منتفخة وفيها صديد ايش السمتمز السمتمز بيكون عنده شخص فيفر ليمفو دينوباثي باس اون ذا تونسل هذا جدا مهم وعندنا نو كف مام مايكيح تمام اللي بعده الكامبلكيشن مثل ما احنا احنا نعرف تمام اول شي دقيقة نقسم الكامبلكيشن الى سوبوريتف النون سوبوريتف السوبوريتف اعتقد انه يعني لا علاقة بالصديد اللي جالس يطلع في بيكون ابسس هذي المشكلة عندنا ابسس اما انه السوبوريتف لا ما لا علاقة بالصديد اعتقد يعني لا علاقة بالشي ثانية فريوماتيك فيفر غلوم وريفنتم انتكسك شك طيب اصاصا احنا ترى اخذنا سريبتو كوكيس بايو جين درسنا ايش الكمبلكيشن حقتها فكانت من ضمنها ريوماتيك فيفر اند هذا الشي هذا عبارة انه شفتوا الكمبلكس اللي بيصير الانتيجين والانتيبودي اللي المناعة حقتنا بصير عندنا انتيجين والانتيبودي كومبلكس ويعني عند في الكيدني فوق الكلوميرل بيتجمعون ويتراكهمون في بيسبب لي هذي كلوميرل نيفروتايتس تمام وتاكسك شك هي شك سببها ايش التاكسنا اللي طلعها سريبتو كوكيس بايو جين لانا سريبتو كوكيس بايو جين تطلع اساسا تاكسك يعني فهذه الكمبلكيشن حقتها وعندنا ايضا احد الكمبلكيشن نسميها سكارلت فيفر سكارلت فيفر هي مدموجة شيئين عندنا الاثروت نفسه سريب ثروت ومعا ايش راش ريد راش في الجسم فهذه هذا الراش اللي بالجسم وهذا الثروت ايش نوع ايش اسمه التاكسن اللي اطلع على السريبتو كوكيس بايو جين اطلع اللي تاكسن اسمه ايرثرو جينيك تاكسن ايرثرو جينيك تاكسن تمام هذا التاكسن اللي اطلع يعني وتسبب لنا كل ذي المشاكل طيب الحين انا ابغى اعرف طبعا اذا جينا احنا بنشخص المريض عندنا كليناكل وعندنا نشوي يعني بي سي آر ووذير خربطة اللي هي المايكروبيولوجيا طيب الحين انا كليناكل وكيف اعرف كيف اتوقع انه هذا الشخص عنده ستريب ثروت اول شيء حنتكلم عن العمر غالبا العمر يكون عمر الاطفال حقين المدرسة من عمر خمسة الى خمسة عشر سنة فهذا اول شيء يهمنا انه عمره بيكون من خمسة الى خمسة عشر سنة تمام هذا اول شيء فاذا لقينا واحد عمره من خمسة الى خمسة عشر سنة بنحط له نقطة انه يعني احتمال هذا ستريب ثروت ولكن اذا كان عمره فوق الخمسة واربعين لدي من عمره فوق الخمسة واربعين نشيل منه نقطة زيادة لاني حتى لو كان هنا ماخذ نقاط عالية بنشيل نقطة لان هذا العمر غالبا ما يجي ستربتو كوكس بايو جين تمام اللي بعدها عندنا هنا ليمفو دينباثي سيرفايكل ليمفو دينباثي وعندنا هنا تونسلور إكسو ديت عندها مشاكل في التونسلز آها أفسنوف ذا قف والفيفر فوق الثمانية وثلاثين يعني نحط هذا الأشياء ونشوف الكيس حقتنا كم جايبة رقم تمام خلا نروح نطبق على الكيس اللي في البداية طبعا دقيقة هذا يقول لك انها هذا السكور حلو يساعدني اني اعرف هل الشخص عنده ستربتو كوكس فارنجاتس ولا لا ولكن ما نستعمل الحالة يعني ما اروح استعمله ويطلع حلو بدنا اقول اوكي يلا خلاص ما احتاج اسوي اي تست لا نحن نرجع للكيس حقتنا ونشوف كم جايب سكور حقته وين الكيس هذه هي عمره عشر سنوات يعني احنا قلنا العمر من خمسة الى خمسة يعني نعطيه نقطة على العمر عنده صور ثروت يعني نعطيه نقطة ثانية دقيقة اه نو كف نعطيه نقطة ثالثة ما عنده كف درجة الحرارة فوق الثمانية وثلاثين نعطيه نقطة رابعة الفارنجس قلنا انه انفليمد اه عنده تونسلز عنده مشاكل بالتونسلز نعطيه خمسة صح اعتقد كده خمسة وعنده ليمفو دينوباثي هذا عنده جميع المواصفات حتى ليمفو دينوباثي موجودة اذا عنده فيفر وعنده ما فيه كف عنده تونسلز وعنده ليمفو دينوباثي تمام وعمره عمر مدرسة فهو عطاني الاسكور كاملة فاش بنسوي له كيف نعالجه طيب يقولك على حسب الاسكور اذا الشخص جاب صفر يعني كلها خطأ ما فيه ولا واحدة من الصفات هذه ايش نسوي ما نسوي تست ما نسوي تست لستريبتو كوكس بايوجين خلاص واضح انه مش موجودة عنده وما نعطيه تريتمنت ما نعطيه انتي بايوتك اذا جاب صفر واحد ايضا يعني بس عنده فيفر كل الناس يعني ممكن اي مرض يسبب فيفر عمره من خمسة الى عشرة يعني ما يعني شي له جاب صفر واحد فايضا ما نسوي تست زيادة للستريبتو كوكس نسوي تست الاشياء ثانية بس واضح انها مش تريبتو كوكس ولا نعطيه انتي بايوتك عنده سكور اثنين اوكي لما يكون عنده سكور اثنين يعني فيه احتمالية ها ها شوي انها تكون استريبتو كوكس فحنسوي تست حنكمل نسوي تست اذا هي استريبتو كوكس ولا لا ولكن ما نعطي انتي بايوتك نوقف نظل لما الريزولت حقه استريبتو كوكس حنعطي انتي بايوتك اخر شي لما يكون عنده ثلاثة او اربعة لما يكون عنده ثلاثة او اربعة احتمالية انها تكون استريبت مرتفعة فخلاص على طول نسوي تست زيادة نكمل تست ونعطي امبريكيلي تريتمت يعني نعطي على طول انتي بايوتك ما نحتاج ننتظر الريزولت تمام هذا لما يكون ثلاثة او اربعة على طول نعطي بدون ما ننتظر الريزولت تمام الدايجنوس السريبتو كوكس بايوجين ناخذ سواب سواب من وين احنا نحب السواب يكون فيه مادة هذي اللقيح نفسه سواب هناخذها من التونسل ونحاول نبتعد عن التن والتيث لان احنا نعرف ان عندنا نورمال فلورا كثير بالفم وخصوصا بالتيث والتن سواب نحاول يعني ما نلمسهم عشان افويد كنتاميناشن الدايجنوس نقدر نسوي دايركت مايكروسكوبي بس يقولك انها غالبا مش مفيدة لانه اساسا تشبه النورمال فلورا يعني فما يفيدنا كثير الميكروسكوبي نقدر نسوي رابيد انتيجين ديكشن تست هذا مفيد ان يعني مفيد ولكن اذا طالع نيجاتف احنا نعرف انه اساسا ان الانتيجين ديكشن تست ممكن يطلع نيجاتف ويقولك اذا طالع نيجاتف في الشيلدرن نسوي كالتشور الكالتشور وهي دايما مثل ما قلنا هي الكونفرماتوري يعني الشي يقولك 100% اكيد مافي اي خطأ بيكون الكالتشور طبعا احنا لو ندرس ندرسنا سيربت الكوكس بايوجين قلنا انه نقدر نستعملها بلد اقار سو حنستعملها بلد اقار وبتكون عندنا بيتا هيموليتك طيب عشان نتأكد زيادة عندنا اختبار اللي هو باكتراكن ديسك انا بقول باكتراكن ما عليكم من النطق طاره هنا ونطقي مش صحيح المهم بنسوي لها تست حق السنستيفتي للباكتراكن وحتكون شي اسمه سنستيف يعني ما حتكون رزيستنس مثل ما نشوف هنا اساسا في الصورة يعني ما سوت حواف فهي يعني مش رزيستنس هي سنستيف وشكلها بتكون بوزيتف كوكاي انتشان هذه بوزيتف كوكاي انتشان هذه خواصها في الدايجنوسس وفي الدايجنوسس برضو بنستعمل الكلينكل سكورنج اللي قبل شوي سويناها يعني لما نسوي مثلا كلينكل سكورنج ونسوي دايركت مايكروسكوب ونشوف انها بوزيتف كوكاي انتشان ونشوف ايضا في الكالتر انها بيتا هيموليتك وبرضو باكتراكن ديسك طلع سنستيف خلاص احتمال كبير انها ايش اش اسمه ستربت ثروت طيب ايش اللي علاج نعالجه بالPenicillin 14 days طيب اذا كانت شخص عنده اليرجي من الPenicillin حنستعمل ايش اكلين دا ميسين 14 days اوكي بس خلاص طيب خلاص وكيدا نكون خلصنا ايش خلصنا نحن بنروح للبكتيريا الثانية اللي هي الدايفيتيريا الدايفيتيريا هذا اسم المرض اوكي هو انكامن وليش انكامن الان احنا عندنا اصلا باكسينيشن فخلاص يعني المرض صار جدا قليل لان الناس يخذون باكسين اوكي ولكن لو يعني المرض جاء فهو سيريس ممكن يوصل للدث انه خطير مش سهل اتذكر قريت انه من بين عشرة اشخاص يمكن واحد يموت فيعني هو صراحة سيريس الباثوجين نفس الاسم يعني يعني كورينو باكتيريوم ديفيتيريا نفس الاسم وهي تعطيني تاكسين تاكسين برودوسر طبعا الى الان لو نتذكر خذينا عن حين قبل وشوية خلصنا ستريبت بايوجين ايضا كان اطلع تاكسين والدايفيتيريا ايضا اطلع تاكسين اثنين يطلعون تاكسين لا تنسوا ان يحفظوا اسماء التاكسين حقه الاستريبت كان اسمه ايش ارثو لا ايش اسمه فيه حرف فيه كذا ارث ما ندري ايش خلني اتذكره نقيقا اطلعه اوكي ارثوجينك تاكسين تمام الاستريبت اطلع ارثوجينك تاكسين الدايفيتيريا ما ذكروا اسم التاكسين بس قالوا انها اطلع تاكسين يقولك السورس ممكن تجيك من الهيومن ممكن دايرك ممكن ان دايرك ترانزميشن طيب ايش الكرينكال المنفستيشن كيف اقدر اميزها اول شي مثل ما قلنا او هادهو هي هادهو اسم التاكسين تاكسوجينك سترينز المهم منها تاكسين طلع لي تاكسين هذا احفظ اسمه يقولك السمتمز يعني تصير اسوه بكون السمتمز عينها سور ثروت ماليزيا سيرفايكال لينفو دينوباثي طبعا اصلا احنا لو لاحظنا يعني فيه تشابه كثير فايش الشي اللي ميزها يعني اش الشي اللي بس بتشوفه في الضيفيتيريا سيدو ميمبراين على التونسل نشوف التونسلز هذي التونسلز فيه زي الشي كده غريب هذا اللون هذا الشي هو السيدو ميمبراين يعني كأنه فيه ميمبراين طالح على التونسلز خلنا نشوف دقيقة في الصورة اللي قبل كان اوضح هذا الشي هذا الشي اللي هو سيدو ميمبراين هذا على طول الاول ما نشوفه على طول حنقول انه ديفيتيريا وعندنا برضو شي ثاني اللي يصير عندي بول نيك أبيرنس يعني لو نطالع رقبة هذا الطفل كأنه زي لما تساون برقبتكم كده كيف شرح يعني لما تتنزر قبتك وتخليها كده عريضة فهذا يعني مظهر بول نيك أبيرنس مع سيدو ميمبراين هذا على طول ديفيتيريا طبعا هي systemic illness ممكن تسبب لي myocarditis and central nervous system and kidney involvement يعني هي عندها complication الdiagnosis شكلها بتكون positive ماذا؟ ماذا؟ mailleitative positive رود كالبعا Child leadership حاولو تحفظو۰ ي السبب يناسب بالشكل 占 words كالبعا الستريبت كانت جرام بوزيتف كوكاي انتشين طيب اوكي الدايجنوس كيف ناخذ من ناخذ سواب ناخذ سواب من النازوفارنج نازوفارنجي السواب و بنحطه في الكالتر طيب الكالتر اش نستعمل عندها سبيشال كالتر اش اسمائهم واحد اسمها لوفيلور سيروم والثاني تنس داير الاغار ما بس هذه الكالتر اللي نستعملها انا كل شي جاس اسوي مقارنة معها بين الستريبت لانو نحس حلو نسوي مقارنات عشان نقدر نفرق الستريبت كان بنسوي بلد كالتر هنا لا هذا الكالتر الخاصة فيها لوفيلور انتنس داقار و عندنا تيست اسمه الكتوكسوجينيتي تيست هذا التيست هيطلع هيركز على التوكسن فيه زي الورقة كمان التست يعني شكلة فيه ورقة او شا زي كذا وفيها التوكسن انتي تاكسن بنحط انتي تاكسن فلو كان في تاكسن هنا بيتفاعل مع الانتي تاكسن وبيوضح لي بيطلع زي الخط اسود او بيطلع خط اسود او شا زي كذا فا يعني لما نسوي هذا التيست بنعرف هل هي دايفيتيريا اللي طلع التوكسن ولا لا سو هذا برضو تيست مهم الكتوكسوجينيتي تيست تمان المانجمنت طبعا هي قلنا انها تعطيه لي تاكسن فبنعالجها بالانتي تاكسن والتاكسن حقها جدا خطير وهي اساسات جدا خطيرة فبنعالجها بدويا واحد يعالج التاكسن والثاني انتي بايوتك بايوتك ايرثومايوسين فور اربعة عشر ديس واساسا البرفنشن عندنا فاكسيناشن مثل ما قلنا بالبلين عندنا فاكسيناشن دايفيتيريا فاكسيناشن اوكي وكذا نكون خلصنا البكتيريا الثانية اللي هي اش اسمها كورينو باكتيريوم دايفيتيريا طيب الحين ناخذ المرض الثالث اللي هو اسمه ايش اكيوت ايبيغلوتايتس اكيوت ايبيغلوتايتس تعرفون الايبيغلوتس هذا هو بضط هذا الصورة هذا الايبيغلوتس وين هو بضط؟ هذا هذا الشيء اللي هو ايبيغلوتس حيتضخم ولما يتضخم بيسكر مجرى التنفس ويعطيني يعني لايف ثريتينج تمام فهو مش طبيعي هو لايف ثريتينج انفكشن لو نلاحظ دقيقة قبل ما نتكلم عن المريض كيف بيجيك غالبا الاطفال بيكون مسوي بجسمة بظهرة زي كذا ليش؟ عشان يحاول يعني يفتح مجرى التنفس حقه اسهل فبتلقاء زي كذا انه مدنك ظهرة بهذا الشكل ايوه وبيكون عنده هاي فيفر وبيكون ش اسمه درولينج يعني اللعاب يسيل ايوه يقولك ممكن يكون فيه صور ثروت ممكن ما يكون فيه مش مهم ولكن اهم شيء يقولك لو تحاول انت يمكن تصوي اقزام ممكن انت اساسا يعني تصعب الحالة او يعني تساعد ان الولد يختنك فعلى طول اول ما انت تشك ان ابيقلوتايتس نطلب اكس ري فهنا مثلا هذا الشي هذا هو ابيقلوتس شوفوا شكله كذا خفيف ولكن لو كان عنده ابيقلوتايتس بنشوف انه شكله طالع كذا كبير يقولوا انه يعني الصين هذي نفس الثمب نسميها ثمب صين طالع نفس الثمب شكله كيف يقولك انها امرجنسي سو عرضه هنعطي انت باياتك وصمتايم نحتاج ايضا انتوباشن بس انه يعني الموضوع جدا خطر عرضه لنعطي انت باياتك طيب مين الباثوجين مين اللي سبب لذي السالفة كلها هيموفولز انفلوانزا مهم ويقولك اساسا ان الحين الحالات هذه معنات صارت تجي لان اساسا انصار عندنا فاكسيناشن ضد الهيموفولز انفلوانزا طايب بي تمام كذا خلصنا الاكيوت ابيقلوتايتس اذا نختصرها مع السريع هي لايفي ثريتنك الباثوجين هيموفولز انفلوانزا عندها فاكسيناشن ويعني ما العلامة حقتها بالاختري بتكون الثمب وما نسوي فحص للفروت والمريض بيجي عندها هاي فيفور بتكون يعني توكسك ابيرانس و ادروليك تمام اوكي اوكي اخر شي عندنا نروح هنا لارينجايتس و تريكايتس او نقرأ الكيس قبل هلا نقرأ الكيس ادم خمسة عشر يرز اول بريزنتهد وده كلينيك وذ ريترسترنال بين اوكي وعندك كف عندك كف ايش الدايجنوست حقه تمام خلنا نقرأ بدين يعني بالمحضراء بعد ما نكمل هنعرف اي واحدة تمام نجي نتكلم عن ايش لارينجايتس اللي هي وتريكا وتريكايتس اللي هم اللارينجس لو كان عندك مشكلة باللارينجس صار فيها لارينجايتس يقولك انها تصير بالأولدل بيصير عندهم هورسنس أوفويس and فيفر سترايدر and بريث بريث لسنس هورسنس أوفويس لان اساسا انحنا نتكلم عن اللارينجس فطبيعي يصير في هورسنس أوفويس وعندنا الفيرل ممكن يكون برا انفلونزا انفلونزا Adenovirus and RSF والبكتيريا ستريبت استفيل اوريس ستريبتو 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 كوكاي جروب اي اعتقد ستريبتو كوكاي غروب اي هيمفولز انفلونزا and بي بيرتوسيس حرفيا صراحة هنا جميع الفيرل البكتيريا اللي اعرفها موجودة يعني يعني لو بنحفظها عندنا هنا انفلونزا مع اختها برا انفلونزا والانفلونزا مع بعض Adenovirus و RSF يعني لك يعني ما فيه فيروس معين تقريبا يعني فيه فيروسات كثير وبكتيريا كثير تتبب للرينجايتس نفس ما انا شايفه هنا طيب يقولك ممكن يصير عندي لانها مثل ما قلنا بتعطيني اساسا breathlessness فانتو اساسا هذه هذه الجزئية اللي هي احنا هنا نتكلم عن التراكيا مع اللارينجايتس مع بعض فلو كان اساسا فيه انفلميشن هنا طبيعي متر التنفس حيقل فبيكون عندي breathlessness فممكن نحتاج ايروي اوبستركشن في نعطي انتوباشن يعني يكون فيه ايروي اوبستركشن طبعا كيف نسوي الدايجنوسوس حنسوي لارينجيسكوبي فحنقدر نشوف visualise the lesion في نفس الوقت حنقدر ناخذ secretion عشان نسوي انتوباياتك نعطيها بسرعة لانه الحالة خطرة بعد ما ناخذ ال lab result بس انه يعني نعطي انتوباياتك في هذه الحالة تمام اوكي بس خلاص هذه نروح اللي بعدها كروب سندروم انا احب انطقها او اشوفها كروب كروب سندروم ليش اشوفها كروب سندروم لانه هي فعليا كروب لانه عندنا بيكون عندي لارينجيو وتريكيو وبرونكايتس فعندنا جميع الثلاث اشياء فانا سميها انها كروب يعني ما اخذ كروب من من مناطق الجسم متعبتها فهي اكيوت لارينجيو تريكيو وبرونكايتس ممكن تكون فيرل لما تكون فيرل برع انفلوينزا ممكن ويقول انه تكون بكتيريا البكتيريا ممكن تكون مايكو بلازما وميزلز طبعا هنا معلومة ما رائعي حرف الام مايكو بلازما وبرضو الميزلز حرف الام يعني هنا البكتيريا حقتها بحرف الام طبعا بريثلسنس اكيد لانه عندنا مشكلة بالتريكيا عندنا مشكلة باللارينكس بريكين كوف يعني الكوف بيكون بريكين كوف هذا اللي يميزها يعني ممكن انت اصلا بس تسمع البيشنط سلوب الكوف حقتها حتعرف انه هذي بريكين كوف فتيجي في بالك اللي هي كروب سيندروم يقولك انه الدايغنوصص غالبا يكون كلينيكلي ونقدر نستعمل اللي هي بي سي آر و آي اف سلف لميتنج بما اي فيروس بشكل عام اي فيروس سلف لميتنج يعني نعالج السمتمس بس ونحاول نسوي اي فيروس فممكن نعطي ابنفرين عشان يوسع الشسمة نعرف ان ابنفرين يعطي يسوي ديليشن للأيروي هذي في السيفير كيسس طبعا ونعطي ستيرويد ستيرويد اعتقدها يعني انتي انفلماتوري صح؟ اه فيه يعني ضد الانفلميشن اللي جالس يصير لأساسها الانفلميشن يضيق ونعطي الأوعية زيادة فهذه هي دقيقة يمكنكم خلصنا اي خلصنا نرجع للكيس طيب عندها هورسنس مش فارينجايتس ومش نيمونيا عندنا برونكايتس لانا عندنا مشكلة بالهورسنس بس دقيقة خلوني اتأكد اعتقد يعني لارينجايتس بس انا مريم زكدة لاني حلتها معكم مدري الدكتورة ايش حلتها بس هي مستحيل في الارينجايتس او الانفلميشن وفي الكاس هنا كان عندنا الارينجايتس والتريكايتس كان يسبب لي مشكلة بالفويس وكذا نكون خلصة المحاضرة الثانية اتمنى انكم استفدتم مع السلامة